أحباب تفسير الأحلام إزايكم عامليني يا رب دايما تكونوا بخير أحباب الله النهاردة هنتكلم عن أهم الأحلام وأهم الرؤى اللي بتدل على المال وعلى الصراء في الفترة المقبلة بإذن الله يعني أي شخص يشوف أي حلم من دول يعرف أن إن شاء الله في مال جايله في تسير لأموره بإذن الله من الناحية المادية سواء مال أو سواء كان مشروع كان داخل فيه يعرف إن المشروع ده هيكسب يعرف إذا كان عليه ديون أو عليه يعني عنده أزمة مالية يعرف إن شاء الله الأزمة دي هتزول بإذن الله وفيه قرب فرج ليه في الناحية المادية رؤية الموز في المنام من أكثر علامات اللي بتدل على الحصول على الماء وعلى الصروة وطبعا بقدر الموز اللي انت شفته في المنام بقدر المال اللي هيجي لك بإذن الله يعني لو شفت حد إن بيديك موزة أو مستين أو تلاتة تعرف إن إن شاء الله فيه فك كرب ليك وفيه مال قريب جدا جاي لك في الفترة المقبلة وهيغير حياتك للأفضل بإذن الله رؤية الفراولة أيضا في المنام من العلامات القوية جدا اللي بتدل على قرب المال بإذن الله للرأي وعلى قرب الفرج بإذن الله أهم حاجة إن الفراولة دي أو الفاكة اللي دهلك دي ما تكونش فيها أي مشاكل ما تكونش غير جيدة تكون غير جيدة يعني تعرف إن إن شاء الله فيه مال قريب جدا جاي لك سواء شيء أنت كنت منتظره أو سواء كانت عندك أزمة مالية تعرف إن الأزمة دي بإذن الله هتزول الطوص في المنام من أكثر أيضا العلامات ومن أفضل العلامات اللي بتدل على الغنى بتدل على الصراع بتدل على يعني ربما زواج من شخص ساري إذا كنت بنت عزباء تعرف إن شاء الله وشفت طوص تعرف إن شاء الله أن أنت هتتجوز من شخص ساري بإذن الله هيغير حياتك للأفضل وإذا كنت رجل تعرف إن شاء الله هتتجوز من واحدة هتسعدك بإذن الله وإن فيه خير جاي مع الست ديت أو المرأة اللي أنت هتتجوزها بإذن الله أحباب دي الله دي كانت أهم العلامات اللي بتدل على المال وعلى قرب الفرج للرأي بإذن الله وتغيير حياته للأفضل من الناحية المادية ما تنسوش لو أي حد شاف حلم أو رؤية متعلقة بالمال أو بتدل على قرب الفرج من الناحية المادية ياريتي تكتبها لنا في تعليق أسفل فيديو علشان نقدر نفيد بيها ناس تانية ضمت فرعة اللوامني وللقاء فيديو أخرى السلام عليكم ورحمة الله